أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا العيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من أين ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهُ لَا بَيْعٌ فِيهُ وَلَا قُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَيْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا يفصر لها والله سميع عليم الله الذي آمن يخرجهم من الظلمات إلى النور والذي كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولاك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم ترى إلا يذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي وضع على قرية وهي قوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ونوذر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ونظر إلى العظام ونوذر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال ابراهين رب أرني كيف تحل الموتى قال أورا تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فغذ أربعة من الطيب فصوهن إليك ثم جعل على ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عيد ربهم ولا خوف عنهم ولا هم يحزنون قولهم معروفون اغفرة الخير من صدقة يتبعها أداة والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه ترعب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وماذا الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبتا من أنفسهم من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أرد وحدكم أن تكون له جنة من نخيل جنة من نخيل وأعناب تجذينه تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون يا أيها الذين آمنوا أن ينفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيرن من خبث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم فقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتل حكمة من يشاء ومن يؤتل حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب وما أنفقت من النفقة أو نذرتم من نذج فإن الله يعلمه وما يظالمين من أنصار إن تبض الصدقات فنعماه وإن تغفر وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والوعب ما تعملون خبير ليس عليك أدرهم ولكن المعد من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبوا من جاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقوا لأموالهم بالليل والنهار والنهار شضرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأن قالوا إنما البيع مثل الربا وأحيوهم البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عذب أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي صدقات والله لا يحب كل كفار أزيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا يخوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذلوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذلوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلموا ولا تظلمون وإن كردوا عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم من كنتم تعلمون واتقوا من ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مساما فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعادل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتبه وله الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغس منه شيئا فإن كالذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أو لا يستطيع أن يهل له فل للوليه بالعادل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخضى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقصت عند الله وأقام للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تبتموا الشهادة ومن يبتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله في السماوات وما في الأرض وإن تبرينا في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كنوا أين بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكيف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واضحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحم كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ون أم الكتاب أم الكتاب وأخر متشابهات فأن الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يغلف الميعاد إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم مقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب والذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطاع فئة تقاطل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زون للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطر المقاطرة من الذهب والفضة والفضة والخير سومة والأنعام والحرص ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أولبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا يا أمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أصرب لي الصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل الذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومن لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأن قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغضوا في ديرهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمالهم ليوم لا ريب فيه ووفلت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل الله من ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتغذي يؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذلكم الله نفسه وإلى الله المصير وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودوا أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت المؤت عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محضرا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلن يوم ما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنسا وإني سميتها مظم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلها يخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال المرعم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسابه وليك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنجدت هناك وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقيد قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملاكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلت لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يرقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملاكة يا مريم إن الله إن الله البشرك بكلمة من اسمه المسيح من اسمه المسيح عيسى بن مريم وديها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلمني الناس بالمهد وكهله ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الكنه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وتدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقين بين يدي من التوراة ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله رب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا يعلمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك وضافعك إلي يوم الطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي ونرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن الله سلعيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ثوب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاك من العلم ما جاك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق ومن الإله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تغلل فإن الله عليم بالمفسدين وياهن الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتغذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تغلل فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهن الكتاب لما تحاجون في إبراهيم في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون من كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إنه أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أن ينفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا أهله لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وإن الهدى ودى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عيد ربكم وإن الفضل بيد الله نؤتيه من يشاء والله واسع عليم يغتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل عظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقيطار يؤده إليك ومن أهل من إن تأمنه بدينا إلا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلموا الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم فريقا يلون ألسنتهم بالكتاب بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون له عيد الله وما هو من عيد الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان بجل أن يؤدي الله الكتاب والحكم والنبوة والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتغلوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أغروا ميثاق النبي لما آتتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فما تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دون الله يبغون وله أسلم ما في السماوات وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آلنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا يفرق بين أحد منهم ونحوه مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله القوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاههم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولاك جزاؤهم أن عليهم نعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يقفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا لو تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الله يكبروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل تلبتهم وأولاك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولا يفتدى به أولاك لهم عذاب الألو وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم اشتركوا في القناة